منذ تسعينيات القرن الماضي والعراق يواجه مشاكل في قطاع الطاقة الكهربائية على الرغم من إدخال شركات أمريكية وأوروبية وإنفاق أكثر من 130 مليار دولار أمريكي ولكن النتيجة دون طموح وزارة الكهرباء العراقية اتجهت اليوم صوب الصين إذ عقد وزير الكهرباء اجتماعا موسعا مع السفير الصيني في بغداد ووفد مرافق له مكون من سبع شركات صينية رائدة في مجال إنتاج الطاقة مقابل تطمينات أطلقها الجانب الصيني تتلخص بتقديم يد العون للعراق في هذا المجال إن هذه الشركات قد عملت في العراق لمدة طويلة نحن ملتزمون بإعادة الإعمار بالعراق وخاصة في إطار الاتفاق العراق الصيني ولكن نأمل منكم متابعة دفع المستحقات لشركات الصين ونحن نقدم التسهيلات لدفعها جزءا بعد الآخر تهالك محطات الإنتاج وقدمها مشكلة تواجه قطاع الطاقة العراقي فأغلبها تعمل بالغاز أو النفط الأسود بعيدا عن مصادر الطاقة النظيفة أو المتجددة لا تقتصر المشاكل على الإنتاج فحسب بل تشمل أيضا خطوط النقل والتوزيع التي ما تزال بدائية ما أسهم بتراجع ساعات إمداد المواطنين بالكهرباء يأمل القائمون على قطاع الطاقة أن تتمخذ الاجتماعات مع الشركات الصينية في إيجاد موطئ قدم لها مستقبلا بما يخدم قطاع الطاقة في البلاد نعتقد أن جانب الصيني وشركاته من كبريات الشركات العالمية ذات كفاءة ورصانة في الأداء في التنفيذ في الأسلوب وحتى في معايير اقتصادية والتجارية وبالتالي نحن في وزارة الكهرباء وعينا إلى حجم أن نتباحث مع السيد السفير الصيني وحجم الشركات الصينية لأن نتباحث فيما ممكن أن يكون لو نفذت الاتفاق الصينية لو أحيل موضوع القرض الصيني وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بينما الاحتياج الفعلية تجاوز 30 ألف ميجاوات عقود مرت ومليارات الدولارات أنفقت على شركات أوروبية وأميركية من أجل تطوير قطاع الطاقة في العراق لكن الكهرباء ما تزال تعاني تراجعا ملحوظا إذ ظلت مشكلة قائمة يعاني منها العراقيون ردحا طويلا من الزمن فجاء التوجه اليوم نحو الشركات الصينية لعلها تسهم في حل هذه المشكلة من بغداد محمد حميد قناة CGTN العربية